والله المباراة حتى نذكر الجمهور هي الأولى بين الفارقين في هذا النهائي هو أول نهائي بين مولودية الجزائر وشباب الوزداد في منافسة كأس الجمهورية حقيقة الفارقان يتعرفان جيدا صنع الدربي في العديد من المواسم لكن لا أحد يعرف الآخر في هذه المباراة النهائية خاصة وأن المباراة النهائية تكتسي طابعا خاصا قد ترشح على الورق من هو يبدو على الورق كذلك ولكن لما تدخل إلى أرضية الميدان كل الأمور تتغير وكمثال على ذلك في الموسم الماضي على الورق فارق شباب الوزداد صاحب البوطولات الثلاثة المتتالية كان هو المرشح على الورق ولكن في الآخر فاز فارق جمعية أولمبيشرف بملعب ملودية في وهران أنا كإعلامي ما أريده هو أن المباراة تكون مفتوحة حتى يتمتع هذا الجمهور القياسي من كلا الطرفين الرسميين الفضوليين الذين جاءوا من كل مكان من أجل التمتع بكرة القدم نريد أن نشاهد ديربي طاكتيكي مفتوح على كل الاحتمالات نتمنى أن تكون أهداف كثيرة في هذه المباراة بالنسبة للحضوض العربي أنه يعني خمسين في المئة بالنسبة لفرق ملودية الجزائر ونفس النسبة بالنسبة لفرق شباب الوزداد زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر